اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء هذا البرنامج تقدمه الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين وتطلعات وطموحات الهيئة نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع سواء كانت محلية أو خارجية أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي ومعنا من الإخراج للساد عيسى سبيل وهذه تحيات طاقم الإعداد فريق اسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي مثل ما عودناكم دائما مستمعين ناخذكم في جولة سريعة على أهم الأخبار المحلية والعالمية أول أخبارنا إطلاق خدمة كبار الشخصيات للتراخيص المهنية الصحية في دبي أطلقت هيئة الصحة في دبي خدمة كبار الشخصيات للتراخيص المهنية الصحية ضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمات سريعة ومتميزة تلبي احتياجات المتعاملين وتستجيب للنمو الاستثماري المتسارع في القطاع الصحي في الإمارة وأكدت الدكتورة ليلى المرزوقي مديرة إدارة التنظيم الصحي في الهيئة أهمية هذه الخطوة التي ستساهم بشكل فاعل في تسريع وتسهيل عملية الترخيص للأفراد المهنيين من خلال تقليل زمن الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفق إجراءات مبسطة تتم في مكتب كبار الشخصيات المخصص لهذه الخدمة في إدارة التنظيم الصحي في الهيئة وأوضحت أن طالب الخدمة سيتمكى من إصدار رخصة مزاولة المهنة خلال خمسة أيام عمل حيث تم تحديد خط هاتف وبريد إلكتروني للرد على المكالمات الهاتفية ورسائل الإلكترونية والاستفسارات المختلفة وتوفير منسق تابع لقسم التسجيل والاعتماد في إدارة التنظيم الصحي وتسهيل الحصول على جميع المعلومات حول مستندات والوثاق المطلوبة وتحديد موعد الامتحان الإلكتروني حسب الوقت المناسب لطالب الخدمة إضافة إلى توصيل الرخصة المهنية لطالبها في مكان وجوده وقالت المرزوجة أن الخدمة يتم تقديمها مقابل رسوم محددة بعد استفاء كافة الشروط المتعلقة بتوفير جميع المتطلبات وهي أن تكون فئة مقدم الطلب ممن يتم تقييمهم ضمن فئة الامتحانات الإلكترونية والنجاح في الامتحان وتوفير تأمين ضد الأخطاء الطبية وتوفير عرض العمل وقالت مديرة إدارة التنظيم الصحي أن تقديم الطلب لخدمة كبار الشخصيات يتم من خلال البريد الالكتروني vip.dha.gov.ae ثم استفاء شروط والمتطلبات اللازمة لذلك وفي حال عدم اجتياز الامتحان يتم تحديد موعد آخر بحد أقصى ثلاث محاولات خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب للحصول على خدمة كبار الشخصيات والله خدمة جميلة أيضا مستمعين هيئة الصحة أطلقت يوم الأحد الماضي حملة استثنائية للتبرع بالدم تحت عنوان كون الأول في التبرع بالدم والتي يروج لها عالميا نجم كرة القدم البرتغالي وريال مدريد كريستيانو رونالدو تستهدف الهيئة من حملتها تنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم وتحقيق أعلى وفرة ممكنة من الدم المخصص لإنقاذ أرواح المصابين والمرضى والخاضعين للعمليات الجراحية المختلفة الهيئة أعدت من خلال مركز دبي للتبرع بالدم جميع التجهيزات اللازمة من حافلات وبنوك الدم المتنقلة لانطلاق الحملة في ربوع مارة دبي صاحب ذلك بدء حملة دعائية موسعة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الجغرافية المميزة حيث تم استخدام النسخة العربية للحملة التي يتولى الترويج لها نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو وجاء تقرير الأسبوع الأول من الحملة حتى اليوم كالتالي الأحد 17 إبريل 2016 شركة دبي الأولى كانت هي الجهة المنظمة مع مستشفى المركز الوطني للإعلام في الموقع كان برجمان والمجمع الاستثماري عدد الوحدات 27 و14 الاثنين كانوا في شركة دبي الأولى كذلك شرف للتجزئة في المنخود والقرهود وكان 37 و47 وحدة هيئة كهرباء ومياه دبي أيضا ساهمت في هذه الحملة والوصل للعقارات في منطقة البورتسان 60 و34 وحدة الأربعة يعني البارحة مدرسة الضيافة وبنك أبوظبي الإسلامي أو مصرف أبوظبي الإسلامي كانوا معنا في المشاركين في الحملة عدد الوحدات التي تم تجميعها ما بين موقعين في الاكسيص ومدينة دبي للإنترنت 60 وحدة لكل موقع يعني عدد وحدات الدم التي جمعت في مركز دبي للتبرع بالدم كذلك 205 وحدات وذلك من الأحد 17 إبريل إلى يوم الثلاثة 19 إبريل 2016 أرقام جميلة جدا نتمنى أنها تكون في زيادة مش في نقصان لأن يا جماعة الخير نحن نتذكر من يومين استضافنا دكتورة مي وعلقنا على هذا الموضوع بشكل قلنا كل شيهم التبرع بالدم وقلنا لكم يعني المسألة هي مسألة تزيد من صحة الإنسان المسألة هي ترفع أيضا مناعة الجسم ثلاثة أن هي يا أخي من أرقى المواضيع الإنسانية للواحد ممكن يعطيها أو ممكن يتبرع فيها فما في أغلى من كنت تتبرع بدمك أيضا في شغلة بعد نسيت أقولها التبرع بالصفائح الدموية هذا يعني أنا أقولكم يا يعني موضوع وايد وايد قمة في الإنسانية أن كنت ممكن تقعد تتبرع بالصفائح الدموية هذه لأن التبرع بالدم العادي يأخذ ما بين إذا ما كان في زحمة بتأخذ ربع ساعة بشكل كبير التبرع بالصفائح الدموية يأخذ وقت وهذا الشخص اللي هي متطوع أن يتبرع هذا التبرع المهم جدا أعتقد أنه يعني إنسان بكل معنى الكلمة طيب نوصل إلى موضوع الخبر الغذائي اللي نحن دائما متعودين أعطيكم يا بس هذه المرة غذائي وايد نتكلم عن حقنة تخلص الجسم من الكوليسترول السيء ابتكر باحثون بريطانيون حقنة جديدة تخلص الجسم من مستوى الكوليسترول السيء وأضاف الباحثون من مستشفى جورج بجامعة لندن إلى أن هذه الحقنة تمنح البالغين مستوى كوليسترول الأطفال ويعتبر الباحثون الحقنة من أبرز العقاقير التي عرفت حتى الآن في تخفيض مستوى الكوليسترول السيء منذ اكتشاف عقار الستاتينات والذي لقبه الباحثون باسم عقار باكمان إذ يحول المرضى إلى أشخاص الصحاء مخاطر الباحثون أن نتيجة الطبيعية أوضح الباحثون أن النتيجة الطبيعية للمخاطر تقليص مستوى الكوليسترول السيء من الجسم هي انخفاض مخاطر إصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية الخطيرة مشيرين إلى أن الحقنة الجديدة مفيدة للمرضى الذين يعانون من الأثار السلبية للعققير الاستاتينات الذي لا يعمل جيدا مع 10 إلى 40% من المعتمدين على استاتينات إذ ينتج عنه نتائج سلبية على الصحة مثل الشعور بالإرهاق والتعب والإسهال والألام في العظام والمفاصل وزيادة مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري عموما عندنا أيضا بما أننا نتكلمنا عن التبرع بالدم نسمع هذا الفاصل التوعوي ومن ثم منطلع فاصل تجاري ومن أرجع لكم في موضوع مهم جدا ومع ضيفة دائما يعني الحوار معها يكون شيق ضيفة بتكون ساذة وفا عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة صحة وسعادة وهو من أحدة المراكز في العالم والعام اللي طاف عدد وحدات الدم المسحوبة في المركز كانت حوالي 48 ألف وحدة دم باردفاع 8% عن العام اللي قبله و38% من هذه الوحدات راحت إلى مركز الثلاثيمية والباقي إلى مستشفيات هيئة الصحة بدبي والمستشفيات الخاصة وإذا يسعيد مبرعيم توصل للمركز هناك حافلة تبرع بالدم إلى توصل للشركات والمؤسسات والجامعات وكل إنسان ما عنده مشاكل صحية قادر على التبرع بالدم مرة كل 56 يوم في مركز التبرع العملية ما تأخذ أكثر من 30 إلى 45 دقيقة إضافة لكون عمل إنساني نبيل التبرع بالدم يساعد على منع حدوث الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية وطبعا ينشط الدورة الدموية ويحفز نخاء العظام لإنتاج خلايا ديدة وبعد التبرع يا سعيد أكيد تحس براحة وحيوية لأن الدم بجسمك يتجدد التبرع بالدم مسؤولية مجتمعية وخدمة إنسانية وعساكم دوم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي مستمعين تحت رعاية رئيسة مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراع حاكم دبي سينطلق مؤتمر النمو والتطور مساء اليوم في فندق الريتس كارلتون مركز دبي المال العالمي يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 300 من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط هذا المؤتمر مؤتمر رفيع المستوى يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية التغذية خلال ألف يوم من حياة الطفل طبعا نحن من صلت الضوء على هذا المؤتمر ومن صلت الضوء أيضا على المواضيع الخاصة بتغذية الطفل مع ضيفتنا في الستوديو الدكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي حياتي الله معانا دكتورة دكتورة في البداية خلينا ناخذ المستمعين في جولة سريعة وعامة عن هذا المؤتمر يا ترى أو شو كنت السمينة؟ أنت مش مؤتمر السمينة؟ ملتقى ملتقى عن هذا الملتقى دكتورة خلينا نتكلم عن هذا الملتقى أولا بالنسبة لانطلاقة من رؤية هيئة صحة دبي مجتمع صحي آمن وسعيد ورسالتنا أنه يكون لدينا منظومة متكاملة ومستدامة لضمان الشمولية والتميز وتحقيق أعلى معايير العالمية لصحة الفرد رأينا أنه نبدأ بالألف يوم الألف يوم هي من أول بداية الحمل لغاية عمر سنتين من الطفل لأنه هاي المرحلة اللي بتكون كتير حرجة وهي مرحلة النمو السريع خلال ألف يوم من أول يوم حمل حتى عام الثاني شو بتاكلوا المرأة وشو بتعملوا في إطعام نفسها وطفلها يؤثر على خلق جيل جديد ومن هنا لما نعمل الملتقى بنخبة من 300 طبيب ومختص واختصاصي ذغذية على مستوى الشرق الأوسط تقينا أنه يكون المتحدثين هم الباحثين في العالم عن النمو والتطور في الطفل وبالتالي عندنا مثلا تيل سينيغال هيحكي على التغذية المبكرة وبرامج التغذية المبكرة ودورها للطفل طبعا ودورها على الهلس على الصحة على المدى البعيد وهذا طبعا حيحط آخر دراسات وكيف أنه الأكل من وقت الحمل يؤثر في كيف يكون عندك طفل صحي وبالغ صحي بالمستقبل أيضا عندنا بيتر ويلت حيتكلم على شو أهمية التغذية والدماغ أنه كيف التغذية تؤثر حتى في النمو العقلي والذكاء نسبة الذكاء لدى الشخص ومش بس هيك وحيحط دراسات تشرح في الفيجول في النظر كمان يعني علاقة الدماغ والنظر في التغذية أيضا عندنا نيكل ثابر حتتكلم الألف يوم هدول وتغذية المرأة وتغذية الطفل والجهاز الهضمي بمعنى أنه كل ما كان جهاز الهضمي لدى المرأة وهي حامل ولدى الطفل بعد الولادة لعمر سنتين كل ما كان جهازه الهضمي صحي كل ما كان عنده ما عنده سمنة وما عنده حتى انخفاض في الوزن يعني القناة الهضمية هذه تخضع للتطوير عن طريق الغذاء نعم طبعا طبعا شوف أنت لما تكون معصب محمود بتلاقي أنه على طول الواحد هيكة بيحس أنه ما عنده تتوجع أو ألام في البطن أو الرقبة مثلا وكتير الألم هذا لا شعوريا بيخليك معصب صحيح بنرفز صحيح يعني ما عارف شو لازم تسوي ليش أنت مش عارف أنه هذا إله علاقة تماما في معدتك معدتك أثرت على نفسيتك صحيح وبالتالي صار عندك اضطراب وهيك بداية تؤثر بأسلوب آخر أنه أنا ما بكون معصب في ناس كتير تاكل وبيزيد وزنها وفي ناس ما تاكل طيب أنتو دكتورة سويتو مثل اللي يرشح نفسها للانتخابات يقول أنا خلال أول مائة يوم بسوي كذا وكذا وكذا أنت حطيتو ألف يوم ليش اخترتو ألف يوم بالتحديد لأنه من فترة الحمل اللي هي بداية تكوين الجنين والذي يتأثر تأثر مباشر بما تأكله الأم لغاية عمر سنتين الطفل ما له لا حول ولا قوة أنا كأم المسؤولة صحيح وبالتالي هاي الألف يوم عهدة بعدين ما تنسى فطامه في عامين يعني رضاعة طبيعية أنا يعني مصدر التغذية أنا وبالتالي رضاعت لا لا أنا مع رضاعة طبيعية مائة في المائة رضاعة طبيعية أولا لأنه لها أثار رائعة على الأم وعلى الطفل هذا مثبت يعني غير أنه بديننا الحنيف إلا أنه كمان علميا فعلا كل الدراسات تثبت كل ما رضاعت الأم أكثر كل ما كان الطفل أصح وحتى لما يكبر تخيل من هو صغير كل ما كان عنده رضاعة طبيعية لما بيكبر حتى هذا زي ما كانت بتقول عندك مخزون في البنك وهيك بالضبط لما أنا الأم بتردع جميل نرجع للمرتقب أوكي في شغلة كمان هيحكيها أودو هيرز هيحكي على دور البريبياتيك هي مقبل البكتيريا النافعة أو خلينا أقول هي البكتيريا الجيدة أو النافعة تتغذى على هاي البريبياتيك ودورها في الحفاظ على الفلورة تبعة الأمعاء اللي موجودة عندنا وتخلي كيف الشخص إنه لما يكون عنده أمعاءه تشتغل بصورة صح لما بيوصل لامتصاص الأكل بعد الهضم ودخولها في القناة الهضمية كيف الأمعاء تشتغل بصورة صح إذا كان البريبياتيك هاي موجودة تغطي خلينا نقول جدار الأمعاء بصورة صحية وبالتالي بيكون الهضم بصورة أصح وأضق أيضاً لدينا دكتور محمد مقدادي حيتكلم على التغذية والحساسية في كتير ناس بخربشوا ما بين عدم تقبل الأكل فود انتولرانس يعني أنا إذا بأكل شوية بيض على طول جسمي ينقلب والشفايف تنتفخ والجسم يحسس وكذا وبين أني أنا أتخسس من نوع معين من الأكل الفود انتولرانس زي مثلا لكتوز انتولرانس عدم تقبل الجلوتين هاي بتكون منذ الصغر وبتكون أعراضها كتير واضحة الألرجي ممكن تكون مرحلة مؤقتة في الجسم نتيجة لنوع معين من الأكل أو لإضطراب في عملية الهضم أو لسبب عضوي معين مع نوع معين من الأدوية نوع معين من اللباس من الأكل هو حيتكلم عن التغذية والحساسية وعلاقتها وكيف الإنسان كيف يعمل حماية لها في الشرق الأوسط يعني في عالمنا العربي فهو حيطبق ماذا ممكن أن يحصل في عالمنا العربي وكيف ممكن الإنسان يصحح أنه ما يصير عنده حساسية من الأكل أيضا حيكون في عنا دكتور أحمد البليدي حيتكلم عن الحليب وكيف أنه هو عبارة عن رفاهية للطفل مقدمة مجانا من الأم مرة ثانية دكتور دكتور المحمد البليدي حيتكلم عن أنه الحليب اللي يأخذ من الأم عن طريق الرضاعة الطبيعية هو رفاهية للطفل يعني رفاهية أن أنت عم بتدلع طفلك وعم تعطيه الحليب بصورة أنه محببة له وبالتالي حيتكلم أنه هاي الرفاهية اللي أنت بتعطيها مجانا للطفل واللي أنت بتميزي لما بتعطيها هاي بتأثر على صحته في المستقبل إذن الرضاعة الطبيعية تعطي رفاهية للطفل وسوف تمنحه مستقبل صحي أفضل صحية صحية وهذا دكتور محمد البليدي حيلقي الضوء عنه وبالتالي هو شيء يعني مهم أيضا فيه لويس حتتكلم عن الحليب ودوره في للجهاز التنفسي كيف بيأثر أنه بيمنع الأزمة كيف بيأثر أنه بيمنع الأكزمة كيف بيأثر أنه بيخلي الشخص الطفل عنده صحة أحسن وأقوى ومصاحب لهالأيام فيه ثلاث ورش عمل الأطباء المرة هاي كيف عاملين ورش العمل محمود أنت ما تتحرك من غرفة لغرفة أنت جالس الورش لتحرك وإحنا نتحرك يعني أنا حتكلم عن دور تغذية في بالحمل يعني الحامل ماذا تأكل خلال فترة الحمل حتى تكون تحصل على وزن صحي وطفل صحي وتتجنب من يكون عندها المشاكل اللي بتحصل مثل فقد الدم نقص فيتامين دال نقص الحديد في الجسم وحن نتلقل إحنا عند الناس الموجودين في ورش العمل إذن عدد المشاركين كما ذكرنا في المقدمة في هذا الملتقى 300 مشارك من مختلف دول العالم العربي أيضا عدد المتحدثين 10 متحدثين وعدد الدول المشاركة كمتحدثين هم عشرة أتخذ نعم صحيح في متحدث من كل دولة نعم جميل جدا دكتورة أنا راح أتطرق في القادم من الحوار عن المواضيع اللي ذكرتها خاصة بتتكلم عن مسألة أو مرحلة التكوين خلال الحمل وأيضا مرحلة الولادة والتطور والنمو إن شاء الله بعيد عن الموتمر نتكلم أن ناخذ تفاصيل هذه المسألة عشان نوعي السيدات المستمعات سواء الأمهات أو حتى اللي موجودين بدهم يصبحون يعني في طور أنهم يصبحون أمهات وكذلك حتى أعتقد أولياء الأمور يجب أن يعو هذه المسألة الخاصة عند النساكة ثقافة صحية يجب أن يتبادلها جميع أفراد العائلة فاصل مستمعين ومن بعد الفاصل ما نستقبل أقتراح عفوا ما نستقبل أسئلتكم على الأرقام أربعة صفر صفر سبعة للرسائل النصية أو ستة عفوا أربعة صفر صفر ستة و يضحك أيسا وللاتصال المباشر معنا على ستمية خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة صح؟ من زمامة قلت الرقم لأني عموما فاصل ومرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إيسا سبيل شو اللي يضحك؟ عموما متواصلين معاكم على موضوعنا الرئيسي اللي فتحناه قبل الفاصل كنا نتكلم عن الملتقى الدولي للتغذية المبكرة للأم والطفل في الشرق الأوسط 2016 هذا مؤتمر النمو والتطور والذي يقام حقيقة برعاية كريمة من صاحبة السمو الملك الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واللي سينطلق مساء اليوم إن شاء الله ذكرنا أن هذا المؤتمر في 300 من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأيضا في بعض الدول الأسيوية اللي مشاركة في هذا المؤتمر مستمعين الأدلة العلمية تؤكد أن التغذية التي تتلقاها الأم والطفل خلال الألف يوم الأولى من بداية الحمل وحتى عمر السنتين من حياة الطفل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحته في مرحلة البلوغ وتعد فرصة فريدة من نوعها لضمان صحة أو مستقبل الطفل الصحي يعني التغذية المثلة خلال ألف يوم الأولى يمكن أن تقلل من حدوث الأمراض المعدية مثل التقزم الحساسية أمراض القلب ومرض السكري كذلك لاحقا في حياة هذا الطفل هذه الأشياء ذكرتها ضيفتنا في الستوديو سادة وفا عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي يعني نتكلم عن هذا المؤتمر وذكرنا الكثير من الأمور الخاصة بهذا المؤتمر الآن دكتورة بفتح المجال أنا للحديث عن التغذية بشكل عام بتكلم عن بعض الأمور التوعوية التي يجب على الأم ممارستها في بداية الحمل وبعدين ما نتطرق للولادة وبعدين ما نتطرق لأول سنتين إن شاء الله فخلينا نتكلم على بداية الحمل شو لازم نسوي الأم من ناحية التغذية قبل الحمل بالضبط لما تخطط إنها هي بدأت تحمل لازم إنها تروح من طبيبة النساء وتعمل الفحص كامل تتأكد إنه الدم أوكي فيتامين دال أوكي الفيتامين بي 12 أوكي لأنه هدول لهم تأثير مباشر على النمو السريع خصوصا الفيتامين بي لأنه الفوليك أسد إلو علاقة حتى في التشوهات الخلقية التي تحصل للجنين إذا ما كان عندها كفايته حتى يتم تدعمها قبل ثلاث شهور من بداية من قبل الحمل يعني بثلاث شهور تبدأ تاخد الفيتامين بي أو الفوليك أسد أيضا الفاتم يعني قبل العرص بثلاث شهور هي لازم تسويها لأشياء لازم تبدأ قبل الحمل قبل تخطيط الحمل والله أعلم الحمل واحد ما يعرف متى الدكتورة بي يعني فيه ناس بكونوا عاملين يا نعم بس بكونوا فيه ناس عاملين بلانز مثلا اللي مسوي بلانز اللي بسوي إنه بده مثلا هلأ يحمل لازم لازم سويها الفحصات وأنا حتى برأيي زي ما تفضلت حتى قبل الزواج ما إحنا فيه عملنا فحوصات ما قبل الزواج استغليها وعمل كل شيء وتأكد إنه صحتك جيدة لأن الله أعلم متى يكون الحمل طبعا كتير مهم إن المرأة تشوف المعدل كتلة الدهون في الجسم إذا كانت تحت المعدل الطبيعي تحت الـ 18 هذا غير جيد للطفل يعني إذا كانت كتير نحيفة شديدة النحافة فهذا يؤذي وقد تؤدي إلى واحد يكون عندها مسكارجز يعني إنها يسقط البيبي لأنه جسمها غير كفو إنه يحمل البيبي بصورة صحيحة إنه الطفل يجي وزنه كتير قليل وبالتالي لا قدر الله طفل ما يعيش وهذا أيضا نتيجة لأنه هي كتير نحيفة والدهون والجسم المعادن فيه والجسم غير قادر إنه يتحمل إحنا نقول تحت الـ 18 بكتلة الدهن بكتلة الجسم يعني أيضا غير إنه طفل غير جاي غير صحي بتولد وغير إنه هي ممكن تتأكثر تعاني تعاني هي أيضا صحيا أيضا تخيل الدراسات أثبتت محمود إنه المرأة اللي بيكون وزنها ما قبل الحمل أقل الكتلة الدهنية أقل من الوزن الطبيعي لما بين ولد الطفل بيكون أندرويت بيصير بيطعمو زيادة عنده ممكن يكون عنده سمنة في المستقبل وإذن ما أقول إنه والله أنا عندي نحافة شديدة معناته طفلي حيكون نحيف معناته أنا ما عندي مشكلة سمنة هذا ممكن يؤثر سلبا والطفل يصير عنده سمنة في المستقبل نتيجة لأنه الأم كانت أندرويت أو عندها نقص شديد بالوزن ما قبل الحمل أيضا نطلع على الوزن الزائد الوزن الزائد خطر على الطفل أيضا وعلى المرأة إحنا بنحكيه عند التخطيط للحمل لسه إذا كان عندها وزن زائد ممكن أن تولد سيزيريا لأنه بيكون وزنها غير قدرة عندها إنها تكامل الحمل بصورة صحية هاكون عندها هي مشاكل ممكن يكون عندها الضغط ممكن عندها سكر حمل ممكن يصير عندها مشاكل صحية تغذوية نتيجة لزيادة الوزن فإذن أول شيء أعمل أن أتأكد أنه أنا وزني صحي وزني صحي بمعنى أنه أنا كتلة الدهن في الجسم عندي فوق الثمنتاش وتحت الثسعة وعشرين في هذا الرينج فوق الثمنتاش وتحت الثسعة وعشرين وهذا خصائية التغذية اللي تقدر تحدده مع طبيبة الأسرة أو طبيبة النساء اللي بتروح عندها عند التخطيط للحمل الآن حملت أتأكد أنه التلات واجبات موجودين أتأكد أنه العناصر الغذائية متوازنة في صحن صحي إحنا بنسميه هو صحن لكل الناس لكن الحامل تتميز بأنها بتزيد عن الشخص العادي في السعرات الحرارية بمعدل 300 سعرات 350 سعرات حرارية يعني خلينا أقول كاستين حليب مثلا مش أكتر من هيك دائماً منقول للست كلي عن واحد وفكري عن اتنين بمعنى أنه مش المتضح أنا حامل باكل عن اتنين هذا المبدأ غير صحيح أنت فقط بدكتك لزيادة 300 سعرات حرارية عن المرأة العادية وبالتالي إحنا منخططها معاك على حسب الطبق الصحي وأنه نوزع الطبق الصحي بيكون نص خضار ونص لحم وعيش أو خبز والألبان موجودة مع كل وجبة طبعاً منقسمها فطور وغدا وعشا ووجبتين ما بين الفطور وبين الغدا ضروري جداً في عند بعض السيدات أعراض الوحم أعراض أنها ترجع كده هذا كلها فيه لها حلول تغذوية ما فيه شيء مستحيل أهم شيء نتأكد أنك أنت عم تاخدي العناصر الغذائية المطلوبة لك في فترة الحمل حتى يكون عندك طفل صحي وإنت يكون عندك قدرة على أنك تستمر بصورة صح نحن لحظة الوحم دكتورة كيف تكون لها تغذوياً حلول تغذوية سؤال جميل شوف المرأة الحامل كيف بيكون عندها العيان المعدة يعني الوحدة المتوحمة على لوز أخضر لا هذا كيف هتعالجينة بجبلها اللوز الأخضر ما شيء بس ميلي لا ما في شيء ما فيه الحمد لله يديمها بلادنا فيها كل شيء لا مش هاي الوحم أنا قصدي أنه هي دايماً ترجع لا نفسها لايعة وتشبدها لايعة وما لها خاطر تسوي شيء بهالحالة بنقولها أول ما تفتح عينك قبل ما تقوم من السرير بيكون جنبها زي هيكي صحاً فيه اللي هي بسكوت الناشف أو الخبز المشوائي اليابس بحيث يمتص كل الحموضة اللي موجودة هاي بيعالج شغلتين الحموضة المبكرة وأيضاً لوعان النفس طبعاً فيه عندنا أشياء كثيرة إحنا ممكن أن نطلقلها حسب نوع الوحم لدى المرأة مثلاً فيه ست بتقولك أنا ما بقدر قبل عريقي دايماً بتقولها خلي عندك دائماً عندك حب بدون ملح دايماً خلي عندك أشياء في فمك بحيث أنه تخفف اللوعة اللي موجودة اللي قد تؤثر عليها سلباً وترجع الأكل جميل جداً طيب الآن ما بعد الولادة شوف النمو بهاي الفترة نموه مذهل الطفل بتضاعف طوله خلال أول ثلاث سنوات يتضاعف الطول في أول ثلاث سنوات عشان هيك هاي المرحلة كتير إحنا أول سنتين مقول إنها مرحلة شوتنج أب يعني سريعة بينمو خمس أضعاف وزنه بأول ثلاث سنوات الدماغ نفسه بزيد جرام كل يوم في الثلاث سنوات الأولى وزن الدماغ بزيد جرام كل يوم خلال أول ثلاث سنوات يعني النمو الدماغ بيكون محدد في هاي الفترة شوف قديش هاي الفترة حرجة فأنا خلال هاي الفترة أتأكد إنه طفلي حصل على العناصر الغذائية إذا أنا بدي إياه يكون ذكي إذا أنا بدي إياه يكون أكتف إذا أنا بدي إياه يكون ما عنده أي مشاكل صحية إذا أنا بدي طفلي يكون عنده تحصيل العلمي يوصل لألقى درجة ما في أبسط من هالحل غذيه كويس لأنه الغذاء الكويس أو الغذاء الصحي المتوازن اللي فيه كل العناصر الغذائية سبحان الله ربنا لما خلق كل شيء فيه فائدة كان ممكن يطلع كل الأكل له طعم واحد وفائدة وحدة ولكن كل شيء فيه كل فاكهة لها فيتامينات مختلفة اللحوم تعطيكي بروتين الدايري بروتكس على الرغم إنها بروتين إلا إنه فيها الكالسيوم نسبته عالية للامتصاص بالأجبان الخبز والعيش والبطاطا كل هاي لها كل واحدة لها خصوصية يعني لو بدي أتكلم حتكلم مع كل واحد بحلقة لحال ليه لأنه العناصر الغذائية الموجودة فيه اللي ربنا خلقها بتصب في صميم علاجنا تخيلوا أنه الآلزهايمر الآن الخرف وبركنسون ديزيز لما أنا باخد الانتي أكسيدنس والتوت البري والفراولة شوف قديش هاي بسيطة فواكه بسيطة جدا لكن تمنع الخرف المبكر طب ما في أسهل منيك حل فأنا مجرد مني أنا أبني جدار متين صعب إنها تهز الريح وهذا الجدار تغذية الطفل من عمر من أول ما ينولد جميل جميل أنا بخبرت صارفة الحين دكتورة من يومنا حين كنا صغار كنا دايما زملائنا في المدرسة الشوام يعني عموما كنا نتحرى إن مصدر شطارتهم تكمن في الزعتر واللبنة اللي ياكلونها بس الزعتر في كتير فائدة بس نحن كنا ناكل سندويجات زعتر يمكن أربع خمسة دويجات ما كنا ذكيها لا ما شاء الله عليكم شوف زيت الزيتون لا بس هي من باب الدعاء بالدكتورة إن الشيء بالشيء يذكر هي ممارسات طبعا ومتابعة من أولياء الأمور لكن لا شك أن التغذية يمكن في طفولتهم كانت مناسبة جدا خاصة أن الأم تساهم بشكل كبير مثل ما ذكرتي في عملية تأمين المستقبل الصحي وحتى المستقبل المهني للطفل صحيح صحيح خلينا أقول لك شغلة على الشرق أوسطيين المديترين ينتهيت لأن أنا عملت الماجستير على تغذاء البحر الأبيض المتوسط التنوع مش لأنه الأم زيادة وكذا لكن التنوع في الطبق الشرق أوسطي اللي هو تبع الشوام أو كذا التبولة والحمص والخضار والبقل يعني كل الخضار الموجودة فيها تعطيك الفيتامينات المعدنية اللي تنقصنا شوي في عالمنا في دول الخليج إحنا شوي أكتر على السمك على العيش على عرفت يعني مع أنه السمك غني جدا في الأوميغا ثري اللي موجود في زيت الزيتون إلا أنه تنوع الخضار أو الطبق الصحي تبعهم هو اللي بيخليه شوي في توازن أكتر من عنا في دول الخليج وهذا مش لأنه الأم مهتمة أكتر لا أنا متأكدة يعني ما شاء الله الآن الكل عبقري جميل جميل دكتورة نحن ذكرنا أن الاهتمام بالألف يوم الأولى في حياة الطفل هي تقلل من حدوث الأمراض غير المعدية مثل تقزم الحساسية أمراض القلب وأمراض السكري لاحقا في حياة هذا الطفل وهذا شيء بشكل غير مباشر سوف يساهم في يعني وضع الطفل في حياة صحية جميلة طيب خلينا نتكلم عن الجدول الزمني للأيام الألف الأولى طبعا الجدول الزمني للألف يوم هاي مبادرة إن عملت عن مستوى العالم والحمد لله إحنا طبعا دائما الإمارات التي هي عن طريق اليونسيف اليونسيف بلشها وبعدين دخلت فيها الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية كلهم دعموا الألف يوم وطبعا إحنا بدول الخليج إحنا دعمناها الآن وإحنا نتبنناها بإذن الله تعالى كهيقة صحة دبي وبلشنا فيها وعملنا مذكرات تفاهم حتى ندعم الألف يوم الأولى لأهميتها في إنشاء طفل أو جيل جيد نسبة السمنة ونسبة الأمراض اللي عندنا الغير معدية اللي هي سمنة وسكري وكذا عندنا نسبة عالية جدا في دولنا العربية فإحنا بنحاول إنه نجد المشكلة منذ من الجذور خلينا نقول يعني من البداية الحمل حتى عمر سنتين نبني هاي دعامة ونركز عليها وهذا هدف الملتقى اللي يبدأ اليوم إن شاء الله جميل شو هي الممارسات اللي نحن سويها في هيئة الصحة في هذا المجال دكتورة؟ شوف إحنا بداية معالي حميد الكتامي الله يطول عمره عملنا وقعنا مذكرتين تفاهم مع دانون ومع نيوتريشا ومع نسلي حتى ندعم الألف يوم طبعا هدول أنا بتكلم عنهم التنتين الجهتين فقط للتوضيح هما مركز الأبحاث والعلوم التغذوية لأن في ناس بفكروها الحليب ومشتقاته بس أنا للتوضيح إنه هاي المراكز الأبحاث اللي تتبلل مراكز الأبحاث يعني مراكز الأبحاث علمية تقوم فيها العديد من البحوث في دعم التغذية التغذية وإيضا الممارسات الصحية في هذا المجال صحيح وفي ويبسايت وفي أبس تطبيقات عالمية وأنا بتكلم عن مستوى العالم أه ما بتكلم بس عنا وطبعا إحنا بما إنه إحنا دائما كهيئة صحة دبي نجاري التطور فالحمد لله اللي عملنا هاي المبادرة فيها ثلاث ورش علمية للأطباء على مستوى الاحتقام توعية حوالي خمسين ألف إمرأة طباعة كتيبات بحوالي خمسين ألف حتى نوزحها على السيدات الحضانات اللي عملنا ورشة عمل للممرضات المسؤولين عن الحضانة بدبي وبالشارقة وجمعناهم مع بعض وعطناهم عن تغذية الطفل في الحضانة لأنه صراحة الحضانات هذول كتير مهمين ودائما منسيين في إنه ينعطوا العلم الصحيح في تغذية الطفل فبتلاقيها بتعطيه أي سناك بوجهها بتعطيه فإحنا حبينا نعطيهم شو الأشياء الممكن تعطيها في الحضانة أو شو الأهالي ممكن يجيبوا لأطفالهم على الحضانة وكانت الأساس هاي والحمد لله كانت دورة ناجحة أيضا عن الفريق السماوي مشاركة في هيئة صحة دبي لمنع سمنة الأطفال ولي من هدفها أيضا توعية الطفل في كتير حملات عن تغذية عم نقوم فيها في المدارس للأمهات وللطالبات اللي حيكونوا أمهات في المستقبل جميل الحين نحن تكلمنا عن الأم والطفل دكتورة شذور الأب الأب يعني شي سوي شوف أنا حقول لك شغلة الأم الأم لا تنجح إذا ما كان الرجل داعم صراحة يعني خلينا أقول لك أنا قلت الدعم اللي ممكن يقدمه إذا نزله وايد أكل هو يأكل لأكل عنها لا شوف أنا حقول لك مثال على دعم ممكن الرجال الفاضلين إنهم يساعدون فيهم كأم بدا تردع لما بتكون رايحة على مكان عام وبدأ الطفل لازم يرضع بيكون هاي مشكلة كتير فالأب هون يلازم يحتوي ويكون معها يجدلها المكان المناسب يروح معها على السيارة يروح معها على كده حتى يسهل عليها العملية إنه تردع الطفل أيضا الأغراض اللي لازم مثلا الأشياء بالليل لما بتصهر يكون صاحي معها ما تكون حاسة حالها بتعرف إنه أكتر أول أيام رضاعة هي أكتر أيام صعبة عند الأم لأنه بالذات الأول بيبي بتكون تجربة كتير جديدة عليها وبالتالي يجب دعم الرجل معلش حبيبتي الله يرضع لك هذا شيء واجب عارف كيف يدعمها معنويا أنت بتعملي شيء رائع طفلنا هذا حيكون جيد ما يكون إنه ليش صحي الطفل بالليل ترف كتير للأسف الشديد كتير من الآباء بقولها روحي إنتي على غرفة تانية هادي إنتي وابنك مثلا هذا خطأ أتمنى يعني هاي مش شغلتي شغلتي السايكولوجيست لكن تعاون النفسي لكن أنا عم بحكيك كتجوبة كأم أنا لولا دعم زوجي معي ما قدرت أردع أولادي التلاتة لكن بيصحى معك بيقعد معك بيدعمك بيستوعب أنه في طفل عم بيبكي بالليل هو الأب لأم عشان هيك هلأ في دول العالم عملوا مش بس إجازة أمومه إجازة أبوه هذا في مثل الأفلام اللي نشوفها يوم الأجانب مثلا نيهم في الفيلم ولد ولا كذا تشوفين الأبو والأم ما دري كذا وفي وايد ممارسات كذا صحيح في مسلسلاتنا الخريجية الأبو ناش معصب أطلعي بره عندي وولدت صحيح بس هذا واقع هذا واقع فأنا تمنى أنه نكون إحنا الأحسن يعني لأنه تقاريدنا وبنفس الوقت يعني الطفل هذا جاء يعني مشروع مشترك صحيح فيجب أني أنا أنشئه بصورة صحيحة صراحة دكتور الحديث معاك لا يومل هناك الكثير من المواضيع اللي كان ممكن نتطرق لها لكن نحن نتمنى لكم التوفيق في هذا الملتقى الملتقى هو للمدعوين فقط وليست الدعوة عامة صحيح نعم فيه هناك تسجيل تم وأعتقد أنه عدد كبير أصلا ثلاثمية وأربعين نعم مشارك ما أدري هو أقابل الزيادة أو لا لكن للأمانة موضوع مهم جداً إن شاء الله تخرجون بتوصيات تساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص وفي دولة الإمارات والخليج العربي بشكل عام بإذن الله كلمة خيرة في عشر ثواني أولاً أشكر سمو الأميرة هيا على دعمها برعاية الحدث وبشكر معالي إحمد الإكتامي كمان لأنه رائع صراحة دعمه لا محدود بكل شيء ما هو فيه تطور بشكركم محمود على الاستضافة لأنه وجودنا معاكم اليوم لحالة توعية للمجتمع وهذا مجهود تشكره عليه صراحة نور دبي وحضرتك صحة وسعادة برنامج رائع بشكر يعني أنا سعيدة إني أنا موجودة اليوم وبشكر الشركة نيوتوشن اللي هم دعمونا في هذا الحدث عشان نجيب كل هالأطباء جميل للمعلومات عيسى كانت تذكر أول حلقة أطلقناها من برنامج صحة سعادك هات وفعش معانا صحة سعادك تذكر عموما نحن نشرفني إن شاء الله ما تكون هذه آخر حلقة لا إن شاء الله يا رب وفعايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي نحن نتمنى لك التوفيق إن شاء الله وشوفيننا نمر الله يخليك وزنه وايد سايدة هالأيام فسوينا نظام تغذية جميل لأنه يبغي سوي رب عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم مواضيع جديدة ومتميزة سوف نطرحها عليكم مستمعين فحتى ذلك الوقت تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف وكان معنا في الإخراج لأستاذ عيسى سبيل ونتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة وإلى الملتقى يوم الأحد بإذن الله حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي